مرحبا بكم سنقدم لكم اليوم في قناة أسرار لم تكن تعرفها سبعة من أغرب علاقات الصداقة الحميمة بين الإنسان وأشرص الحيوانات وأكثرها خطورة على وجه الأرض أولا صداقة بين صياد وسمقة كرش نشأت هذه العلاقة بعدما أنقذ صياد أرنولد بوينتر من جنوب استراليا سمقة كرش عملاقة من شباك صيد الأسماك الخاصة به وقال أرنولد أن سمقة الكرش تلازمه دائما في رحلات صيده وهو ما يسبب فزعا شديدا للأسماك ولا يعرف ماذا يفعل فلا يستطيع صيدها لأن أسماك الكرش في استراليا محمية بقانون صارم للبيئة ولا يسمح أبدا بالتعرض لها ويقول أرنولد أنه عندما يوقف قاربه تأتي سمقة الكرش ليمسح بيده على رأسها وظهرها بينما تحرك زعانفها بسعادة ثانيا صداقة بين إنسان ودب قطبي صداقة من نوع فريد وغريب لا تحدث إلا نادرا وخاصة مع هذا النوع من الحيوانات الشرسة والكبيرة الحجم كالدب القطبي يعد واحدا من أكبر الحيوانات آكلة اللحوم والتي تعيش على اليابسة والذي قد يصل وزنه إلى أكثر من نصف طن استطاع دوغ سيوسا والذي يبلغ من العمر ستون عاما أن يقيم صداقة قوية مع هذا الدب القطبي العملاق ويقول دوغ أنه بدأ بتربية هذا الدب منذ نعومة أظافره وأنه جعله نجما تلفزيونيا وهو في الأسابيع الأولى من حياته حين أدخله في فيلم ألاسكا عام 1995 وقال أنه يمضي مع الدب والذي يبلغ من العمر ستة عشر عاما أغلب أوقات يومه ويتعامل معه كأنه طفل ويمكث بجانبه ويغفو بين أحضانه بدون أي خوف ثالثا صداقة بين إنسان ومجموعة من الأسود الصداقة مع ملك الغابة تعد من أكثر الصداقات بين الإنسان والحيوان غرابة وهذه العلاقة قائمة بالفعل بين شخص يعمل مدربا للأسود بحضيقة شهيرة في جنوب إفريقيا ويدعى كيف ريتشاردسون ويشتهر ريتشاردسون بعلاقته الجريئة مع الأسود فنحن نرى أن الأسود ترقد أمامه قل أطفال الصغار وكان كيف قد بدأ في ترويد الأسود منذ 12 عاما عندما نجح في ترويد أسدين كل منهما ستة أشهر وكان عمره في ذلك الوقت هو 23 عاما وفي بداية حياته عمل كيف في المركز الطبي المخصص لعلاج الأسود والملحق بالحضيقة ثم عرض عليه أن يعمل في الحضيقة للعناية بالأسود وكذلك القيام بتدريبهم واليوم يقوم كيف بتدريب أكثر من 39 أسد ويدير مساحة تقدر بـ 800 هكتار في حضيقة الأسود والتي تبعد مسافة ساعة ونصف بالسيارة عن مدينة جوهانسبارغ بجنوب إفريقيا يقول كيفين ريتشاردسون أنه لم يتعامل مع الأسود بتلك الأساليب المعتادة والتي يتعامل بها مدرب الأسود والتي تتطلب الخوف منهم واستخدام وسائل العنف لتذليلهم وطرويدهم لكنه كان يستعمل العاطفة ويقول أن الأسود بنسبة 99% مسالمة وبنسبة 1% هي مفترسة وقال أنه لم يتعرض للهجوم من قبل الأسود إلا مرتين فقط طوال حياته ولم يؤثر ذلك على علاقته القوية بالأسود رابعا صداقة بين رجل وتمساح مفترس الحالة الرابعة من الصداقات غير العادية بين الإنسان والحيوان هي بين هذا الصياد والذي يدعى شيتو وأحد التماسيح المفترسة وجد شيتو هذا التمساح مصابا في أحد عينيه بطلق ناري أطلق في قلب غابات كوستاريكا وكان التمساح يعاني من الموت ما كان للصياد شيتو إلا أن يمد يد العون له وقام بسحب التمساح الضخم والذي يبلغ طوله حوالي 17 مترا إلى قاربه وذهب به إلى منزله الخاص ليقوم بعلاجه وبالفعل أخذ شيتو يقوم برعاية التمساح لفترات طويلة ويقوم بتمريده حتى شفي تماما وأطلق عليه في النهاية اسم بوكو ويقول شيتو عن هذه الأيام بقيت إلى جنب بوكو وهو مريضا أرعاه نهارا وأنام بجانبه ليلا أردت فقط أن يدرك بأن هناك شخصا ما قد أحبه وأنه ليس كل البشر سيئون وبعدما تماثل للشفاء قام الصياد بإطلاق صراحه في أحد البحيرات القريبة من منزله ولكن شيتو تفاجأ برد فعل التمساح والذي قام بتتبع شيتو إلى المنزل والسير ورائه ومنذ ذلك الوقت تعلق قلب شيتو بهذا التمساح وأصبح يتردد على البحيرة يوميا ويقوم بتدريبه واللعب معه خامسا صداقة بين امرأة وبعض العناكب السامة لا تحتمل غالبية السيدات فكرة وجود عن كبوتا في البيت إلا أن ليزا دونوفان قررت كسر هذا الخوف وقامت بوضع عناكب سامة على يديها وتربيتها في منزلها تهوى هذه السيدة والتي تعيش في بلدة بريسبان بستوراليا تربية الحيوانات الزاحفة لكن الملفت للنظر في هواية ليزا هو تربيتها للعناكب السامة خاصة حيث تضعها على وجهها من وقت لآخر وتبلغ عدد العناكب التي تربيها في منزلها إلى خمسة عناكب وأحيانا يصل عدد العناكب في منزلها إلى عشر من أخطر العناكب وأكثرها سمية على وجه الأرض وقد قامت ليزا بتخصيص غرفة كاملة كمأوى لأصدقائها من العناكب بدأت ليزا بتربية العناكب منذ ثماني سنوات وكان ذلك عندما انتقلت إلى مسكنها الجديد ببلدة بريسبان بستوراليا وأثناء قيامها بتنظيف المنزل عثرت على عنكبوت صغير على أحد أشريطة الفيديو القديمة فأحبته واعتنت به ومنذ ذلك الحين بدأت ليزا حياتها مع العناكب وتقول ليزا عن العناكب السامة أنها حيوانة أليفة بالنسبة لها الأنثى منها تطلق عليها اسم كادل ولديها عنكبوتا ذكرا أسمته شارلوت وتتمنى أن يتكاثر ويكون عائلة كبيرة وأكدت ليزا أنها تعشق العناكب التي تعيش معها في نفس المنزل وكانت تله مع أطفالها ولا تؤذيها بالسم الموجود داخلها سادسا صداقة تجمع بين دب وأسد ونمر نعم فهؤلاء الأصدقاء الثلاثة الدب الأسود الأمريكي بعلو والنمر البنغالي شريخان والأسد الإفراقي اليو يعيشون ويمرحون مع بعضهم البعض في ملجأ لإنقاذ الحيوانات في ولاية جورجيا الأمريكية هؤلاء الثلاثة تجمعهما صداقة أسطورية منذ خمسة عشر عاما عندما تم إنقاذهم وحمايتهم من تجار المخدرات وكانوا قد اشتروهم وعاملوهم بشكل قاس ومسيئ حتى تم إنقاذهم وبعدما تم إنقاذهم من تجار المخدرات وضعوا في أماكن مختلفة من الملجأ ولكن هذا أدى إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير مما اضطر أصحاب الملجأ بأن يجربوا جمعهم مع بعضهم البعض وبالفعل فقد أدى ذلك إلى تحسين حالتهم الصحية والنفسية وتكوين علاقة صداقة قوية بينهم نشأت علاقة صداقة فريدة من نوعها بين رجل يدعى كيس أندرسون ودب عملاق هو من فصيلة الكودياك يزن حوالي 680 كيلو جرام ويبلغ طوله أكثر من مترين ونصف بدأت هذه الصداقة القوية بين أندرسون والدب بروك عندما قام أندرسون بإنقاذ الدب عندما وجده مصابا في إحدى الغابات في عمر مبكر ويقضي الدب بروك الآن معظم وقته مع صديقه الجديد حتى يوم زفافه لم يفارق الدب أندرسون وتم التقاط صورة انتذكارية تجمع أندرسون وزوجته والدب لا يتناول الدب بروك الطعام بمفرده لكنه يجلس على المائدة باعتباره أحد أفراد العائلة وإذا نظرت لهذه الصورة قد تقول أنها مركبة وليست حقيقية لكنها حقيقية ويمكن أن يقسم لك جميع أفراد العائلة على صدقها يمكن للجميع أن يلاحظ مدى الحب الذي يكنه الدب بروك لصديقه فهما يمرحان سويا ويلعبان معا ويغضب بروك كثيرا عندما يفارق صديقه الحميم أندرسون ومنذ عدة سنوات عمل أندرسون على تغيير الفكرة التي يعتقدها أغلب الناس عن الدببة والتي يظن الكثيرون أنها حيوانات مفترسة وقاتلة وتقوم بالهجوم وتسعى إلى قتل الإنسان دون سبب لكن الحقيقة كما يقول أندرسون أنها حيوانات مسالمة بطبعها ولا تميل إلى إذاء أحد من دون أي سبب فهي بطبيعتها تميل إلى تجنب البشر ولا تهاجم إلا عندما يتم الهجوم عليها أو تشعر بتهديد فهؤلاء الدببة يخافون البشر ويشعرون بعدم الأمان نتيجة المعاملة السيئة والمضايقات المستمرة ويقول أندرسون أنه يوجد كثير من البشر المتعطشون للدماء أكثر من كثير من الحيوانات وهكذا نكون قد انتهينا اضغطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد